وكان هناك تغاف الأرض وكان الجبابرة ما كانش فيه عدل وما كانش فيه حياة نقية ولا أي مورال ستاندرز شزوز جنسي وكل الأشياء المزعجة دي فكان القرار أنه لازم تكون فيه عقوبة بالطفان على البشر ولكن الرب دبر وسيلة نجاة وفي النقطة دي يا أخ نيزار بنسمع تساؤلات كتيرة يقولوا إزاي الله يبقى قاسي بالدرجات دي عشان يقضي على العالم لكن بنقولهم أن الله عادل مئة في المئة وأجرة الخطيئة موت والخطيئة خاطئة جدا لكن الله في عدله بيظهر الرحمة أيضا فكان فيه الفلك اللي يتسع لناس كتيرة لو دخلوا هيدخلوا ففيه فرصة للخلاص وده الوضع اللي احنا فيه في العالم الحالي ودائما الله اللي بيأخذ زمام المبادرة لما أخطأ آدم وعصى ربه طبعا الرب ألبسهما أقمسه من جلد يعني كانت فكرة الذبيحة وبعدين يعني على طول أعطاهم وعد بالخلاص اللي هو سيأتي مثل ما ذكرت حضرتك من تكوين 3-15 سيأتي من نسل المرأة الذي سيصحق رأس الحية وتم هذا الشيء في الصليب بالتأكيد في الفداء طبعا للبشرية وبرضو بالنسبة للطوفان كمان فيه تحذير كان للبشر كان فيه تحذير كافي جدا والرسول بوتروس بيصف نوح أنه كان كارزا للبر نعم فناس كثيرة بتتساءل هوا راح أستراليا وراح أمريكا وراح كل الأماكن يبشر لا لأنه يقول لناس كانت في قرى واحدة وكانوا متجمعين في مكان واحد وحتى نفس الحدث بناء الفلك هو رسالة فمثلا حتى لو أنت عايش بعيد عن الفلك بمسافة كبيرة لأنه ما كانش على البحر أصلا كان على أرض صلبة على أرض صلبة وكانت صحراوية نوعا ما آه أو ما نعرفش حكاية صحراوية ممكن تكون أرض فرتايل لأن الإيكولوجي قبل الطوفان ما نعرفش عنه كتير فالمهم أنه بناء الفلك نفسه هو رسالة لأن ناس تسمع فيه واحد بيبني سفينة ضخمة أوي إيه الحكاية ده نفسه هو ده التبشير ما فيش بحر يعني ما فيش بحر وما فيش مطرة شديدة وهكذا فزي ما واحد يسمع مثلا عن بناء سفينة فضاء في أمريكا مثلا وها تطلع مش لازم أكون زورت أمريكا عشان أشوف سفينة الفضاء أنا الخبر نفسه هو التبشير ده نوع من امتداد الخبر لكل الناس ترجمة نانسي قنقر